تتجدد التحركات في الجنوب السوري وتكون درعا مرة أخرى مسرحا لحراك روسي جديد لم تتضح معالمه حتى الآن صحيفة الشرق الأوسط تحدثت نقلا عن مصادر خاصة عن زيارات أجراها وفد روسي إلى المحافظة بعد أشهر من إعلان نظام الأسد سيطرته على المحافظة وما اتبعها من فلات أمني كبير والزياد في عمليات الاغتيالات وتهريب المخدرات تجاه الأراضي الأردنية في ظل انتشار غير مسبوق للميليشيات الإيرانية ووقوفها وراء تلك العمليات بحسب بيانات عديدة صدرت عن الجيش الأردني الوفد الروسي التقى خلال زيارته بعدد من أعضاء اللجان الأمنية التابعة لنظام الأسد كما التقى بلجان المصالحات المحلية وزار بعض مناطق التسويات أبرزها مدينة بصر الشام وهي معقل القوات المدعومة من حميميم ووقفا على آخر التطورات في المنطقة ولعل اللافتة في الزيارة كانت التصريحات التي نقلتها الشرق الأوسط عن الوفد الروسي والتي تفيد برغبة روسيا في زيادة تفعيل الدوريات التابعة للشرطة العسكرية وخاصة في المناطق الحدودية مع الأردن وتلك تحركات يبدو أنها تأتي في سياق تأكيدات روسية على أن موسكو ما زالت تمتلك زمام المبادرة على الأراضي السورية من جهة ومن جهة أخرى لتبديد المخاوف الدائمة التي تبديها الأردن وإسرائيل من جهة أخرى حول تحول درعا إلى معاقل من معاقل الميليشيات الإيرانية في المنطقة فيما تبقى معرفة التفاصيل الكاملة عن زيارة الوفد الروسي إلى درعا منوطة فيما يبدو من تحركات على الأرض في الأيام القليلة المقبلة شكرا